اشتركوا في القناة ما يستعدوش كما يلزم للوثيقة لما يكون الامتحان دراسة وثيقة او وثيق اذا لم يحضرش الكور اذا ان هذه اكبر غلطة رأي تصير اذا لم يعملوها انك يفتحضر الكور متاعك رأي تولي عندك قدرة على يعني شرح الوثيقة وفهمها وتفكيكها ومعرفة يعني مفاصلها اذا كان ما عندكش الكور ركما تجمع 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 تخدم الوثيقة وبالتالي تقع في عملية الصلخ وعملية المحاكاة اذا نحاول اليوم نوريكم طريقة يعني سهلة ومعانتها ومجدية كيف اشرح وثيقة او اشرح نصا في مادة التاريخ وكما قلت اخترته باش يكون في درس العشنات اذا عندي هذا النص اذا هو نص يعني معانتها يتحقل يعني البلهوان من كتاب تونس الثائرة لجنة تحيير المغرب العربي 1954 صفحة 42-43-44 اذا النص يقول لقد كال الحلفاء كال يعني من الكيل يعني اثناء الحرب العالمية الاولى الوعودة المعصولة للشعوب المستضعفة كيلا لكي يستعينوا بعلى اعدائهم وبعد انتهاء الحرب احيى الرئيس ولسن امالا جساما فيها لما اعلى عن مبادئه واتجهت وفود البلاد المغلوبة على امرها الى باريس حيث العقد مؤتمر الصلح ومن بينها الوفود العربية ليحق تحيرهم الموعود وقدم الشيخ الثعالبي عبدالثعالبي عريضا الى الرئيس ولسن باسم الشعب التونسي مطالب استغالي بلاده ثم نشر في اوائل 1920 كتاب تونس الشهيدة الذي تخطفته الايد التونسية والمغربية عامة اذ يفضح لأول مرة بعاصمة فرنسا نفسها طرق الاستعمار الفرنسي ويبين جناياته وفي اثناء قام تشيخ الثعالبي باريس قام صاحب من الوطنين بتشكيل الحزب الحر الدستوري التونسي وقد كانت فتيحة اعماله ذكر رفع مذكر لجلالات الملك محمد الناصر يطالبون فيها بإصدار دستور ينظم الدولة التونسية تبقى نبادئ الديمقراطية وقد وجدوا من جلالته عطفا شاملا وتأييدا كاملا ولم يعني الحزب عن الإسرائيل كغير يرمي إليها لأن الظروف لم تكن مساعدة بل اقتصر على برنامج اصلاح واسع النتاق أهم ما فيه السعي لإرجاع ما اغتصبه الفرنسيون من سلطات إلى أيدي التونسيين ولبى الشعب نداء الحزب والتف حوله وتكتل فيه الشباب العامل وانبثت في المدن والقراء يؤسس له فروعا وينظم صفوف الوطنيين ويقيم الدعوة له في كل مكان ولم تبقى السلطات الفرنسية مكتوفة الأيدي أمام اتساع الحركة التونسية فأسرعت إلى إلقاء القبض على حامل لواء عبد الزف عالبي وقامت عليه دعوة خطيرة بتهمة التآمر ضد أمن الدولة وإذ ذاك لجأت إذن فرنسا إلى تغيير مقيمها العام التونسي بتونس وأصدر الأوامر الاستثنائية لتعطيل الحريات العامة وصادر الصحف ومنع الاجتماعات العامة إذن المطلوب أجب عن الأسئلة كل سؤال على حدا لا في شكل تحيير المسترسي إذن هذا تعودنا عليه منذ 2017 أنه العمل يكون كل سؤال على حدا وليس تحيير المسترسي إذن السؤال الأول حدد موضوع النصي وضعه في إطاره التاريخي السؤال الثاني يعرف على الاجتماعات العالبي السؤال الثالث وضح العوامل التي ساهمت في عوة النشاط الوطني غداة الحرب العالمية الأولى ورابعا أدرس تطور المطالب الوطنية خلال العشينات ثم أبرز موقف مختلف الأطرافي من النشاط الوطني إذن تلاحظون أن الأسئلة أربع أسئلة ولا يوجد سؤال مهاري يعني هنا أربعة مش خمسة إذن عادة إذن إما أربعة ولا خمسة إذن إذا وقت لي بهم السؤال مهاري إذن يكون هنا الامتحان في خمسة أسئلة إذن هذا يتوحى لين عندنا أربع أسئلة فقط كيف إذن أجيب عن هذه الأسئلة إذن سأبدأ أول شيء إذن أني معتها نتناول الأسئلة ثلاثة وأربعة ثلاثة وأربعة مهمين برشة لأنه هما المشكلة لهم أكثر أكبر أكثر نسبة من العدد هما عليهم تكون المنهجية وهما زادا مش يعانوني في إجابة على جزء من السؤال عدد واحد إذن الطريقة اللي اقترح عليكم هو إن ناخذ أسئلة الأخرانين ثلاثة وأربعة اللي تعلقوا بدراسة الوثيق إذن ألونوا كل سؤال بلون مع العلم أن تلاحظوا السؤال الرقم أربعة فيه جزئين إذن أصبحت عندي تقريبا ثلاثة أسئلة مو سؤال واحد مو سؤالين إذن السؤال رقم ثلاثة وضح العوام التي ساهمت في عودة نشاط الوطن غادية الحرب العالمية الأولى والسؤال رقم أربعة أدرس تطور المطالب الوطنية خلال العشينات ثم أبرز موقف مختلف الأطراف من نشاط الوطن خلال العشينات إذن هنا سؤال مركب إذن من جزئيني إذن ألون كل يعني سؤال بلون فهمنا ولاية ثلاثة ألون مختلفة ثم يعني أأتي إلى النص إذن كل نص نقرأ أقرأ النص جملة جملة إذن العملية اللي هنا بالنسبة لشاحة الوثيقة أو دراسة النص تتوقف على فهمك للمعلومات للمعطيات تأويلك للمعطيات وثم التوسع فيها من الدرس إذن لابد أن نعتمد على تأويل الصحيح وثم بعض الأفكار اللي هي من نفس العائلة أصنفها وأضعها يعني في فقرة لوحدها معا تتابق يتابق ذلك مع الأسئلة الموجهة اللي هما قلنا السؤال إذن لو العوامل التي تسمى في نعود النشاط الوطني تطور مطالب وطنية ثم موقف أطلاف من النشاط الوطني إذن الجملة الأولى لما نقرأها إذن أجدوها تنتمي إلى السؤال الأول لقد كان الحلفاء والحلفاء العامل الأولى والعودة المعصولة إذن هذه الجملة تتحدث عن أن الحلفاء اللي هي فرنسا والولايات والمتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وخاصة من سنهمنا أحنا في تونس فرنسا إذن وعدتنا وعودنا معصولة يعني هنا كي يقولوا أحنا واحد خلق حليتلك في جنة حلك في جنة ذراعة معنتها هنا وعدك ولم يخلف بوعوده إذن هذه فيها إذن مش تكون يعني جملة وحدها تتعلق بالذرفية الخارجية بعد انتهاء الحرب أحيان رئيس ويلسون وأمالا جساما فيها لما أعلن بديئه إذن الرئيس ويلسون في الدرس متاعنا هو موجود في الأعوامل الخارجية الظرفية الخارجية وهنا نقاط ويلسون أربعة عشر إذن بنفس اللون اتجهت وفود بلاد مغلوبة على أمري إذن إلى باريس بلاد مغلوبة على أمري هي يقصد بها المستعمرات كما تونس كما الجزائر كما سوريا كما لبنان كما مصر الذين شاءوا شاركوا في الوفود هذه في مؤتمر السلح وهذا إشارة إلى نهاية الحرب العالمية الأولى وأيضا إنعقاد مؤتمر السلح وقالوا بينها الوفود العربية ليحق تعير المعود إذن هذا يمشي أيضا في إطار الظرفية الخارجية وقدم الشيخ عبدالي الثعالبي عريضة إلى الرئيس ويلسون باسم الشعب التونسي مطالب استغالي بلاده إذن هنا فيها تقديم مطلب إذن هنا الطلب هو مطلب الاستغالي وهذا يتعلق بالسؤال رقم أربعة الجزء الأول إذن هو المطالب فهمنا وهنا المطالب الاستغالي في 1919 العريضة التي أرسلها اللجنة التونسية الجزائرية إلى الرئيس ويلسون في مؤتمر السلح ثم نشر في أوائلي 1920 كتابه تونس الشهيدة التي تخاطفته الأيدي التونسية والمغربية عامة إذ يفضح لأول مرة بعاصمة فرنسا إذن نفسها طرق الاستعمار الفرنسي ويبين جناياته الجملة هذه تلاحظوا أنه معنتها إذن وقع تأليف كتاب تونس الشهيدة نشر في فرنسا تخاطفته الأيدي التونسية والمغربية اللي همنا في الجملة هذه هي كلمة إذ يفضحوا يفضحوا لأول مرة ماذا يفضحوا؟ في ماذا؟ في طرق الاستعمار الفرنسي ويبين جناياته إذن طرق الاستعمار الفرنسي باش تذكرني تذكرني بالاستعمار الزراعي تذكرني بالوليدات الفرنسية على تونس تذكرني بالجنايات امتاحها معناتها هنا الثلاث الاستعماري تذكرني هنا بالجناياتها أيضا هي تجنيد التونسيين في الحرب تذكرني أيضا بمسألة النقطة اللي معتها ضرب اللغة العربية وفرض اللغة الفرنسية إذن هذه كلها طرق الاستعمار الفرنسي تمثل ظرفية داخلية في الأثناء الفقرة الثانية وفي الأثناء قام تشيخة عالبي باريس قام صحبه من الوطنيين بتشكيل الحزب الحر دستوري التونسي إذن هذه جملة لا يوجد إشارة لا إلى نشاط لا إلى مطالب ولا إلى ظرفية إذن هنا تواسأس الحزب وقد كانت فتيحة أعماله رفع مذكرة إلى جلالة الملك محمد الناصر باي يطالبون فيها بإصدار دستور ينظم الدولة التونسية تبقى لبادة ديمقراطية إذن فهي إشارة إلى مطالب إذن بعد تشكيل الحزب إذن كتبوا أو هنا بعثوا مذكرة إلى محمد الناصر باي يطالبون فيها بإصدار دستور ونذكرنا بالوفد الدستوري الأول وفد الأربعين والعريضة التي أمضوها وحاملوها إلى الباي فهمنا إذن هذه دقلة في المطالب ينظم الدولة التونسية لبادة ديمقراطية وقد وجدوا من جلالته وجدوا من 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 جلالته لهو الملك اللي هو الملك محمد الناصر باي عطفا شاملة إذن كامل إذن الباي تعاطف وأيد المطالب هذه إذن هناك هذا موقف موقف مختلف الأطراف من المطالب الوطنية ولم يعنى الحزب عن الاستقلال كغاية يرمي إليها يعني الحزب ما قالش نحب الاستقلال لم يعلن عن الاستقلال كغاية يرمي إليه لأن الظروف لم تكن مساعدة بل اقتصر على برنامج إصلاح واسع النتاق يعني هو يعني لم يعنى عن الاستقلال إذن بلغة أخرى تراجع عن كلمة الاستقلال التي أعلنها في البداية وتمسك بمطالب إصلاحية في إطار نظام الحماية إذن أهم ما فيها المطالب هذه هي السعي لإرجاع مقتصاب الفرنسيين من السلطات إلى التونسين يعني إذن مطالب أن ترجع السلطة إلى التونسين يعني المطالب تشريك تونسين إدارة البلاد إذن هذه كلها مطالب إذن المطالب هو أن تراجع المطالب الاستقلال ثم أيضا أتكد برنامج إصلاحي يعني فيه تشريك تونسين في إدارة البلاد النقطة الموالية ولبى الشعب نداء الحزبي الشعب إذن هو طرف لبى إذن هناك موقف إذن أيد الحزب وشارك معه والتف حوله وتكتل فيه الشباب العامل إشارة إلى النقابيين وانبث في المدن والقرى يؤسل فروعا ونظم في صفوفة الوطين في قيم الدعاء في كل مكان إشارة إذن كنا إلى أن الشعب إذن لبى نداء الحزب ولغ من الوعي ما يجعله إذن يشارك ويلتف حول حزبه ويقبل إذن هنا المساهمة في النضال الوقت إذن هذه تسام موقف الشعب إذن بعد موقف الباي يجي موقف الشعب النقطة الثالثة ولم تبقى السلطات الفرنسية مكتوفة الأيد إذن ماذا فرنسا إذن أكيد هنا إشارة إلى موقف السلطات الفرنسية أمام التساعة حركة التونسية فأسعت إلى القاء القبض على حامل اللواء عبد الثالث إذن ألقت القبض فرنسا على عبد الثالثة وهذا يذكرنا بالسياسة القمعية الفرنسية وأقامت عليه دعوة خطيرة بتهمة تأمر ضد أمن الدولة يعني هنا فرنسا وجدت تهمة تأمر على أمن دولة فرنسا وبالتالي هنا نضموها إلى السياسة القمعية الفرنسية إجبار الثالثة على المنفى والخروج من تونس وإذاك نجأت فرنسا إلى احتغير مقيمها العام المقيم العام إذن فلندان سيغيرون بمقيم عام في اسمه الوسيانسان وأصدر الأوامر الاستثنائية إذن نفس الفكرة أصدر أوامر الاستثنائية وهي أوامر الجائرة إذن الحرية العامة وصدر الصحف ومنع الاجتماعات العامة إذن اعتماد المقيم العام السياسة القمعية إذن كما تلاحظوا الفقهة الأخيرة تقريبا كله وتتعلق بالسياسة الفرنسية أو موقفها من مطالب الحزب ومنسي النشاط الوطن إذن كما ترون النص أصبح بثلاثة ألوان كله لون يشير إلى سؤال حسب ما قلنا به في تلوين الأسئلة ثلاثة إذن التلميذ أحسن حاجة يكون عندك نهارة امتحان إذن كنت معتها استيلوات ونزين الأسئلة وثم نزين يعني بالجملة بالجملة هذه الجملة إذن تنتمي إلى أي سؤال لما تقوم بالعمل هذية تأكد أنك ستبتعد يعني ألف مين على السلخ وعلى المحاكاة وأنك صنفت يعني بقراءتك لنصك إذن كله حسب المحتوى المعرفي أو المحاكاة المعرفي الذي ينتمي إليه إذن نقطة لون مشكون حول الظرفية الداخلية والخارجية نقطة ثانية حول المطالب الوطنية ونقطة ثالثة حول مختلف الأطراف وتشوف هنا فما تلت أطراف البي والشعب وسلطة الحماية إذن كيف نقوم بالعمل بعد ذلك إذن هنا مش نمشي توائل بعد التصنيف نأتي إلى التحليم إذن هنا نجيب على السؤال الأول في السياق العمل وقلنا دائما موضوع النص لابد أن نستأنس بالسؤالين الأخيرين يعني هنا ثلاثة وأربعة فالسؤال الثلاثة كان يتعلق بظروف استنافى النشاط الوطني والسؤال الأربعة كان يتعلق بالطور المطالب الوطنية وموقف الأطراف منها إذن بطريقة سهلة بسيطة أحول السؤالين أربعة أربعة هنا سؤالين الأخيرين ثلاثة وأربعة إلى يعني موضوع ألغي معتها سيغة السؤال وألغي التكرار وإذا يكون الإجابة صحيحة إن شاء الله ثم النقطة الثانية الإطار التاريخي الإطار التاريخي لهذا النص إذن النص بدأ بذهاية الحرب العالمية الأولى وانتهى بالأوامر الاستثنائية للمقيم العام لوسيان سان إذن أحداث النص هي تندرج إذن في نهاية الحرب العالمية الثانية الأولى وانتشار نبادئة التحررية وعودة النشاط الوطني في تونس بين 19 و 26 إذن هذه يعطيني إطار صحيح إذن لابد أن نعطي الزمن من أين إلى أين ثم نعطي لمحة عن ذلك الزمن إذن بالنسبة إلينا إذن بعد أن صنفنا النصنا إلى ثلاثة ألوان إذن سنتناول إلا اللون الأول اللي هو يخص الظرفية الداخلية والخارجية إذن كما تلاحظون هذه الفقرة وأخفيت بقية النص إذن حتى نركز هنا على هذا لذلك قلت لكم لابد أن نستعمل هنا الألوان مستعملوا يعني استيلوات فلوري الصون يعاونوني برشة الخدمة ميزولة بين ثلاثة عناصر لقد كان الحلفاء والجملة هذه إذن هي تشير إلى معنتها الوعود التي يعني وعدت في فرنسا وتنكرت لتضحيات التونسيين في الحرب العالمية والسنزافة في القدرات البشرية التونسية النقطة الثانية الجملة الثانية الرئيس ويلسون إذن انتشارنا بدأ التحرورية الولسونية حق نشوف في تقييد مصيريا إذن شفته هنا الدرس المعلومات اللي عندي في الكور هي تعوني لتأويل ما جاء في هذا النص فهمنا ولا من من أفكار النقطة الثالثة انعقد مؤتمر الصلح إذن هي تشير إلى نهاية الحرب العالمية الأولى وانعقاد مؤتمر الصلح بريد مشاركة المفقود العربية فهمنا بعد عندنا هنا النقطة الثالثة ترق الاستعمال الفرنسي ويبين جناياته النقطة الرابعة وتلاحظوا هنا الجنايات هنا والتفسير ترق الاستعمال الفرنسي فيها الاستعمال الزراعي الثلاثة الاستعمالي الصدرات الفرنسية المتدفقة على سعال البلاد التونسية وضرب اللغة العربية وفرض الضرائب على الجديدة والإتوات على الشعب التونسي إذن هذه كل جمل إذن استنتجتها من هذه الأفكار بوجودة في النص بعد أني صنفتها الآن يأتي دور العنوان أو العنصة للتصنيف إذن تلاحظوا البرتية هذه تتحدث عن عوامل داخلية في عودة النشاط الوطني وهذه تتحدث عن عوامل خارجية في عودة النشاط الوطني وكلهما يعطيني النقطة السؤال رقم 3 في عودة النشاط الوطني حرب العالمية الأولى إذن هذا مهم جدا في طريقة العمل على النص والابتعاد عن السلخ ومثالش خذ وقتك وخذ راحتك وخذ حتى نصف ساعة ساعة غير بوع تخدم بهذا الشكل وبعد ما عليك حتى التاليف إذن يصبح بعد مسألة سهلة كما تشوفوا هنا مثلا إذن وبذلك إجابة على السؤال رقم 3 العوامل في عودة نشاط الوطني الحرب العالمية الأولى عندي عوامل داخلية ثم هذه العوامل الداخلية استنتاج سياسة استعمالية أثرت غضب الشعب التونسي ودفعات انخلات النظام الوطني من العوامل الداخلية ثم عوامل خارجية بنهاية الحرب العالمية الأولى نتسلحه لدول الوفاق انتشار الأفكار التحرير خاصة المبادة التي يصدرها لرئيس ويلسون هنا خاصة النقطة 4 تارج ثم انعقاد مؤتمر السلح وعوامل خارجية ساهمت في نمو الوعي الوطني وعودة التونسيين عن النظام إذن تلاحظوا هنا لا أتوسع ولا أدرج إلا الأفكار التي جاءت في النص إذن نتوسع إلا في الأفكار اللي جاء بها النص إذن هو لم يذكر عوامل أخرى خارجية إذن أكتب ما جاء به النص وهذا هو يعني الالتزام والارتباط بالوثيقة العنصر الثاني إذن كما ترون إذن أخفيته اللون الأحمر اللون الوردي وإذن اللون الأزلق اللي هو يتعرض للمطالب إذن هنا مطالب الحزب في 1919 إذن هو التأكيد على مطلب الاستقلال في المذكرة اللي بعثوها التوانسة إلى الرئيس ويلسون ثم هنا يطالبون بالدستور إذن محمد الناصر باي ثم في 1920 ينتراجع عن مطلب الاستقلال الاكتفاء ببرنامج إصلاحي في إيطالة نظام الحماية وأيضا تشريك التونسيين في إدارة البلاد إذن لو نشوفوا هنا هكا إذن لو نحب نصنفهم حسب العنوين يتولي هذه إذن هنا المطالب الوطنية في 1919 وهنا المطالب الوطنية في 1920 وبذلك هنا أنا أدرست تطور المطالب الوطنية من 19 حتى العشرين فإذن هذه جاوبة أنا أتوع على جزء الأول من السؤال رقم أربعة اللي هو تطور المطالب الوطنية إذن نمشي ذا إلى التأليف إذن نكتب السؤال الرابع ونحط عنوان تطور المطالب الوطنية خلال العشينات وموقف مختلف الأطراف من نشاط وطني عشان قسمها الآ وباء إذن آ تطور المطالب الوطنية سنة 1919 إذن تركز برشة على المطالب الاستقلال إذن من المذكرة وقع أرساله إلى رئيس ويلسون ثم في عشرين وقع إذن التراجع على مطلب الاستقلال والتأكيد على البرنامج الإصلاحي وبرنامج التسع نقاط اللي هنا قام بها الحزب ويعني الوفد اللي مشاء إلى البي وطالب بالدستور فهمنا إذن هذه بالنسبة للمطالب الوطنية في 1920 النقطة الموالية طبعا نمشي إلى مختلف مواقف مختلف الأطراف كما تلاحظوا هنا إذن نبقى اللون الوردي فقط لون الثالث اللي هو يتعلق بموقف مختلف الأطراف الموقف الأول موقف البي إذن هو موقف مؤيد وتعاطف على الوطنين الموقف الثاني موقف الشعب لبى شعب ونداء الحزب وأيد المطالب والخرطة في النضاء الوطني والموقف إذن الثالث وموقف سطح حماية سطح حماية كان هنا يعني عندها الكثير من الإنجازات أو من المواقف اللي عاملتها أول حاجة اعتمدت سياسة قامعية باعتقال الفعال بمتهمة أمل عالم الدولة دفع المنفى وثاني حاجة هي أصدار الأوامر الاستثنائية الأوامر الزجيلة التي حدت من حرياتي العامة وهنا إذن هي تصنفت بطبيعتها عندي موقف أول للبي موقف الشعب ثم موقف سطح حماية إذن مشكلة ثلاثة ناصر شبه عانوين صغيرة إذن نشوفهم هنا في الإصلاح إذن كما تلاحظوا في الإصلاح السؤال الرابع إذن الجزء الثاني با موقف أطراف النشاط الوطني عندي موقف البيتعات فمعد محمد الناصر مع الوطنيين وأيد مطاليم عندما استقبل وفد الأربعين بذغط من ابن محمد المنصر موقف الشعب انخرط الشعبه في النذال وساند الحزب في مقاومته للاستعمار فشارك في المظاهرات وكون الشعب الدستورية موقف سطح الحماية سعت إلى التصدي للحركة الوطنية باعتماد سياسة قمعية مثل اعتقال الثعال والتأمر على أمن الدولة ودفع إلى المنفى كما قام بتغيير المقيم العام بلاندان بلوسيانسان وإزداره الأوامر الزجلية أو الأوامر الاستثنائية في سنة عشرين والتي تحد من حرية العامة وتمنع الصحف من الصدور وتضييق الخناق على الوطنيين إذن بذلك تلاحظون أنه قمنا بمقال واجتنبنا فيها المحاكاة وارتبطنا بالوثيقة ولا ينقص من التلميذ إلا أن يعني هنا يعيد هذا العمل في المنزل ويعني يناقب نفسه بالإصلاح اللي وردت في هذا العمل إذن شكرا وأتمنى أن تكون الإفادة قد حصلت وإلى اللقاء في عمل جديد ترجمة نانسي قنقر